مازن شامي مراسل شبكة شام الإخبارية مازن ما هي الظروف على الأرض الآن والتحركات في ظل ربما تأجيل الضربة المحتملة للنظام السوري يعني رغم تأجيل الضربة لازلت في الأسد تقصف عدد أحياء من العاصمة المشق وخاصة المحررة في أحياء جبر وقربون وبرزة برزة هذا الذي يشهد الأخير الآن قصف هو الأعنق مع اجتداد المعارك في محاولة لكذا بالأسد لإقتحام هذا الحي بسرزة ومع تنفيذ غارتين جويتين أيضا على نصف الحي بارزة فيما نفض الجيش الحرية وعملية تدمير المتاريس المتواجدة على أحد الأبنية وكان فيها مرضاق طيران كان يتخدمها لقصف المدنيين بالإضافة لقصف الجيش الحرية وتجمعات شبكة الإبطان في مبنى البحوط الغلمية فيما لازلت الشبكات أيضا متواصلة في حي العسالي وذلك بالإسلحة المتواصلة والخفيفة على مداخل الحي بالانتقاد الزفة المشقية لازلت قصف متواصل على عدة مدن وبرزات وخاصة دومة والمليحة وزملكة ومناطق القلمون كالرحيبة والنبس الإضافة للغطوة العربية كالمعظمية ودارية فيما تعرضت اليوم مدينة الأرحيبة لأكثر من أربع غارات جوية استهدفت أطراق المدينة وأيضا غارة أخرى استدخل مدينة المزارع في النبس والإضافة للاشتباكات الأعنى في دارية والمعظمية والاتشاهدة المعظمية وحاولتك في حامل الجبهة الشمالية على السراد الأربعين مع سقوط فواريخ أيضا أرض على النازل المدنيين في المليحة الاشتباكات عليفة جدا في محيط حجز النور وتجمع شبيح التاميكو في محاولة كانت من كتاب أسد التسلل إلى تجمع وإدارة الدفاع الجوي الآن ستحجد ميدون وبلدات في غوطة الشرقية مركزها إدارة الدفاع الجوي بالضافة لقصف على بلدة حزيب الغوطة الشرقية طيب يعني في حال استمرار الحال على ما هو عليه وعدم توجيه ضربة عسكرية هل تعتقد من أنه الجيش الحر أو التنظيمات المتجفلة معه تستطيع أن تحرز تقدم أكثر في هذا الوقت؟ نعم بالفعل إن شاء الله في الساعات القليلة القادمة سوف يصدر بأيام سوف يهز النظام إن شاء الله وهو عن توحد لا نريد ذكره على الإعلام حاليا لكن إن شاء الله هذا التوحد سوف يهز النظام وهناك عمليات نوعية في اقتحام عدة مناطق في العاصمة دمشق مازلنا شامي مراسل شبكة شامي الأخباري كنت معنا حول الوضع الميداني في سوريا شكرا جزيلا لك